عقوبات غربية تتوالى على إيران بسبب نشاطاتها المزعزعة ليس لأمن المنطقة فحسب بل للأمن العالمي ككل أنشطة لم تتوقف برغم العقوبات الأمريكية التي أدخلت إيران في أزمة اقتصادية خانقة لتأتي عقوبات جديدة أعلن عنها الاتحاد الأوروبي على جهاز المخابرات الإيراني بسبب ما سماها مؤامرات اغتيال معارضين في أوروبا وجاءت العقوبات بعد جهود بذلتها الدنمارك وفرنسا لحجد التأييد لرد فعل من الاتحاد الأوروبي على الاتهامات الموجهة لإيران بالتخطيط لاغتيالات على أراضي البلدين في أواخر العام الماضي مما قد يفتح الباب واسع نحو تصعيد أوروبي تجاه طهران القرار الذي يشمل تجميد الأصول المالية للجهاز وموظفيه جاء بعد أيام فقط من إعلان طهران أنها تخطط لنشر إسطول بحري بالمحيط الأطلسي تصريحات وجدت تشكيكا من طرف وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون وأتأت العقوبات الأوروبية على ما يبدو تماشيا مع تصعيد أمريكي متواصل تجاه طهران في الفترة الماضية عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى ضغوط أجبرت طهران على طلب إجراء محادثات مع الولايات المتحدة وفق تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات نفتها طهران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بوهرام قاسمي رغم المعاناة المتفاقمة من أزمات ناجمة عن الصراعات السياسية والمشكلات الاقتصادية احتدام الصراع بين إيران والغرب خاصة الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة ما إعلان واشنطن المتكرر رغبتها بتحجيم الدور الإيران المتنامي قد يأتي على حساب دول المنطقة والتي تعاني تدخلا سافرا من قبل الطرفين حول مدنا بأكملها إلى خراب نتيجة للحرب المفتوحة التي تشتعل بها بلدان عدة منذ سنوات وتدفع أثمانا باهظة نتيجة لذلك الصراع ترجمة نانسي قنقر